أكدت ممثلة حكومة أقليم كردستان في الولايات المتحدة الأمريكية تريفة عزيز أهمية زيارة رئيس الحكومة مسرور برزاني إلى واشنطن عزيزة وصفت الزيارة بالمهمة والقوية وعزية ذلك إلى أنها جاءت في وقت حساس وتضمنت العديد من اللقاءات مع كبار مسؤولين في الحكومة وعضاء في الكونغرس حيث طلب مسرور برزاني الولايات المتحدة الأمريكية بحماية أقليم كردستان واشار عزيز إلى أن رئيس حكومة الأقليم أجرى لقاءات إيجابية وعلى مستوى النرفية تلقى خلالها تأكيدات باستمرار دعم أقليم كردستان وضيفة أن برزاني طلب بتزويد الأقليم بنظام الدفاع الجوية ليس فقط لحمايته بل حماية أكثر من 140 منظمة للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ومصالح الدول الأخرى